السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله يهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس المونتاج على تطبيق كبكت وهي كيف نضيف اللوت وكيف نستفيد منها في تطبيق كبكت وإيش القائمة اللي ندخل منها اللوتات الخاصة فينا نحفظها وكيف نطبقها ونتحكم فيها على تطبيق كبكت. خلقكم معي بعد الفاصل عشان نستفيد من مجموعة من اللوتات المميزة في المونتاج كيف نحول من الوضع الفلات الى التلوين الاساسي في كبكت. خلوكم معي بعد الفاصل. يا اهلا وسهلا حياكم الله من جديد ومتابعة لكورس كبكت الاحترافي واللي ما اضر معنا الكورس يقدر يراجع الحلقات موجودة في وصف الحلقة. اليوم راح نتعلم كيف نضيف اللوت على تطبيق كبكت. طبعا اللوت هو عبارة عن يداول خاصة في التلوين جاهزة نطبقها على فيديوهات مصورة بصيغ معينة مثل عندها صيغة او في الكاميرات هي عبارة عن ايش فيديوهات مصورة بطريقة الفلاتية يعني بدون تلوين يعني عبارة عن فيديوهات لا تبا فيها اي تلوين اي تلوين نقدر نستفيد من اللوتات على اي برنامج سواء او 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 اي برامج اخرى خاصة في المنتاج يوفر خدمة اه اللوت نقدر نستفيد من اللوتات في تلوين جاهز على اي فيديو عندنا مصور بصيغة او مصور باي صيغة اخرى نقدر نلوين نستفيد من اللوتات ونحصل على فيديو ملون جاهز بدون ما نتعب وهذا شيء راح يوفرنا جهد وقت خلوكم معي عشان ايش نتعرف على قائمة اللوتات كيف ندخل اللوتات على تطبيق كبكت طبعا انا شرحت في الحلقات السابقة كل القوامة الموجودة في تطبيق كبكت واللي موجودة في وصف الفيديو تقدر ترجع لها طبعا انا اروح على قائمة بعد ما افتح تطبيق كبكت واضيف الفيديو الخاص به الي احتاج انوا واضيف ليو اللوت عروح على قائمة하겠습니다 من قائمةI ستفتح عندي خانة على اليسار من الاسفل دسمها لووت اضغط علي ضغط با واحده راح تظهر عندي اللوتات كلها اللي انا حافظه عندي في تطبيق كبكت واللي مدخلها انا بشكل مسبب انا الان احتاج اضيف لوتات. ما عندي ولا لووت هنا اضيف لوتات جديدة ومن قائمة امبورد اروح على قائمة اللوت. اللوت الي انا عفظة عندي مثل عندي هذا اللي هو كاب اربعة كاب تاتة واربعين اضغط ضغطة واحدة راح يدخل عندي هنا مباشرة اذا عندي مجموعة لوتات تلقى تحددها كله وتحفظها وتدخلها بشكل مباشر بهذا الطريقة الان اللوت صار عندي جاه اقدر اطبق بشكل مباشر على الفيديو المصور بصيغة الاسلوك ثري او صيغة الفلات تمام اي صيغة عندي اقدر تبقى بس اكثر يضبط معك على الفيديوهات المصورة بصيغة الاسلوك ثري بكاميرات الميروليوس كاميرات الاسلوك ثري يعرفها المصورين المحترفين تقدر انت تلون بشكل مباشر انا مباشرة اسحب هذا اللوت مثل هذا اللوت عاجبني تشوف لاحظ معي تغيير اللون من هذا اللون مجرد انك تروح على اللوت راح يعطيك معينة مباشرة اشوف كيف اللون صار معي اشيل لهذا اللوت وانزله بشكل مباشر على شكل على الفيديو بشكل مباشر راح نلاحظ كيف تغييره قبل وبعد اللوت اضغط هنا شوف لاحظ معي التغيير قبل وبعد اللوت تعطيني يعني فيديو ملون جاهز بهذا الطريقة. لو قدمي الفيديو واشغل الفيديو بها الطريقة لاحظ معي كيف الفيديو صار معاي يعني اعطايا تلوين صراحة جميل جدا وهذا الشيء راح يوفر عليك وقت وجهد. لو تلاحظوا معي يعني كيف التلوين صار قابل وبعد. لاحظ انا اتفل اللوت. لاحظ معك. أشغل اللوت. بها الطريقة يعني يعطيك اه تلوين رائع وجاهز. شغل الفيديو الان اشغل معينة كاملة على الشاشة. شوفهنه قبل بعد. لاحظ معي. اعطاني يعني تلوين جميل جدا وقدر اجيب لوت مثلا في عندي لوتات كثيرة عينة طفي هذا مثلا اروح على هذا هذا تصوير سينمائي باهت هذا مثلا زي الافلام شوف لاحظ زي الافلام هذا بالضبط زي الافلام على السينمائية لاحظ معاي كيف تغير الفيديو صار مظلم سينمائي نوعا ما شوف صار باهت هاي زي الافلام السينمائية اللي تشوفونها اطفي هذا الروح اللي بده مثلا عندي لوتات مع thought اللون اللي يعجبك واللوت اليزعب مثلا هذا هنا اعطاني تشبع الالوان بشكل كبير جدا لولة الاخصر والفاتح والازرق شوف كيف تغير معي من هذا اللون إلى هذا اللون من هذا اللون إلى هذا اللون هذا اللوت تجاهز إذا اعجبك هذا اللون تقدر تختار هذا اللون ازل تحت هي نعطائي تشبع اكثر طواف معي كيف يعطاني فيديو ممتازة ملون جاهز gib Crisis بدلا مع روح اللون انا هنا مباشرة اللوت يلونك الفيديو هنا لون ازرب. اعطاك تشبع في المناطق المنخفضة فيها اضاءة. يعني اعطاني وضوح. اعطاني اضاءة اكثر كونتراست اكثر. فلاحظ معايك. اعطاني لون اخضر للمناطق الخضراء. وعطاني وضوح للمباني. يعني اعطاني تلوين رائع جدا جدا. فهذا الشيء اللي نستفيده باللوت. مثلا انا عندي فيديو مصور بالاسلوغ ثري. انا صورت بالكاميرا اللي عندي فيديو على الاسلوغ ثري. طبعا انا عندي الان اه لوت خاص بالاسلوغ ثري. كل كاميرا لها اعدادات خاصة من الموقع الخاص فيها. انا نزلت الاسلوغ ثري من سوني كوني استخدم سوني انا. فنزلت الاسلوغ ثري من اه موقع سوني. اعطاني لوت خاص في الاسلوغ ثري. بشكل مسبق بضبط ان اعدادات من الشركة نفسها شركة اه سوني. طيب انا عندي الان هذا الفيديو مصور بصيغة الاسلوغ ثري. الان انا اروح اجيب اللوت الخاص في السلوك ثري. انا نزلته من موقع سوني كولا انا صورت من كاميرا سوني تمام? فانت اذا مصور في نيكون او كانون فاانت تنزل العداد من وين من الموقع الخاص بكانون او سوني او نيكون تلاقي الصيغة السلوك ثري لكل كاميرا لها عدادات خاصة في اللوت الخاص فيها من كل موقع ومن كل شركة. اروح اضغط على امبورت طبعا انا عندي هذا مجلد خاص في السلوك ثري الكاميرا السوني وخاص بالسلوك الكاميرا السوني اسلوك تو اسلوك تري انا الان نصور على صغيرة الاسلوك تري في كاميرا السوني اروح اختار طبعا يعطيني اربع اعدادات كل اعداد اه ضبط معين لالا الفيديو مثلا اختار الاول اذا بنضاف عندي هنا مباشرة اضيف فوق الفيديو لاحظ معي كيف التغيير صار يعني معي تغير معي الفيديو بشكل مباشر وتلون طريقة الطبيعية لو طفي وشغل قبل وبعد شوف الان هو مصور بطريقة الفلات على الاسلوك تري لو اشغل لاحظ انه صار معي ملون بالطريقة الصحيحة ادفت للصيغة الثانية من الاسلوك تري نشوف ايش اللون راح يعطيني افضل الثاني ثاني اجيبه فوق الاول بهذا الطريقة لاحظ معي اعطاني فيديو قريب لي الفيديو الاول لكن اكثر برودة يعني اكثر سطوع في اللون الازرق اروح اجيبه الثالث واجه ارجب هذا الثالث هذا الثلاثة هنا رقم ثلاثة هنا رقم اثنين هنا رقم واحد طبعا نطف في الاول عشان ايش ما تختلط الوتات مع بعضها خلنا شوف هذا لاحظ انه اعطاني اكثر بهتان واكثر فيد في القريب للإفلام السينمائية شوف يعني اكثر بهتان شوي ما فيه يعني تبايع في الالوان لو اختار الرابع الاخير اخر واحد من الاسلوك تري واجيبه هذا الرابع وحطه فوق طف الثالث هنا اعطاني اكثر سطوع لاحظ اعطاني اكثر سطوع في اللون الابيض تقريبا اكثر واحد المناسب هو الاول هذا هو هذا الاول اكثر شي مناسب طبعا انا اشرح بس آلية تطبيق على تطبيق كابكات عشان يستفيد الكل من تطبيق كابكات كيف يستفيد من صيغة اللوت وكيف يستفيد من تطبيق اللوت على تطبيق كابكات وهذا شرحنا اليوم البسيط لهذا الدرس اتمنى نكون وسطة الفكرة للجميع وتمنى جميع نستفيد من تطبيق اللوتات على تطبيق كابكات هو اذا تحتاجون اللوتات القوة التي كنتنا منتزل وشارح عليها اكتبو لي في التعليقات عشان ارجع لكم رابط اذا انت محتاج اللوتات اللي شديدها كيف غيرت الالوان ان تعدلكوا لكم رابط ولا تنسى ان اتعامنا بالشير واللايك ومشاركة المحتموى Macedite عشان يستفيد الكل الاشخاص المحتموى في صناعة المحتوى والمونتاج والتحرير على تطبيق كابكاتا وعلى اي تطبيق والمعلومة اللوتات الاستخدام ستشتغل على اي برنامج. فاذا انت بحتاج اللوتات. خبلي في التعليقات. وانا اقوم برفعها برابط. والختام سبحانك الله وبحمدك. اشهد الله الى ان تستخدمه وتقول لك. انا معكم مشاهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.